النهاردة مجلس إدارة نادي أزا مالك أصدر العديد من القرارات تعالوا مع بعض نستعرضها ثم نحللها مع بعض قرارات مجلس إدارة نادي أزا مالك كانت النهاردة كالتالي أبرزها بكل تأكيد هي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي أزا مالك السابق مرتضى منصور اللي جاء بعد يوم من الطعن اللي كان تقدم بي ضد قرار حبسه لمدة 6 أشهر على خلفية قضية السابق والقذف ضد مسؤولة وموظفة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد التصالح قبل الطعن فخرج بتصريحات إعلامية هاجم فيها مجلس إدارة نادي أزا مالك الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب ومع توصفهم ببعض الألفاظ اللي انتشرت بالأمس بشكل كبير رد مجلس إدارة نادي أزا مالك في رد وحيد من خلال الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس الإدارة لما كذب ما ذكر على لسان رئيس الزمالك السابق من قصة عقد إمام عشور إنه كان متبقي في 6 أشهر بينما رد عضو مجلس الإدارة الحالي بإنه كان ناقص لسه سنة ونص وبالتالي لو الناس هتصدق الكتب لفترة مش هتصدقوا طول الوقت ثم جاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة وجاء القرار الأبرز بإسقاط عضوية مرتضى منصور لافتقاده شروط اكتساب العضوية العاملة تعالوا نستعرض القرارات ونتكلم عن بعض تفاصيلها ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لعبي فريق كرة القدم موليد 2009 عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفتق نظر لعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة نقف عند القصة دي سريعا جدا طيب القصة دي طبعا يعني تحرك جيد جدا من مسؤولي الزمالك ومجلس إدارته إعلاءا لقيم الروح الرياضية انبارح كنا نقشنا القصة دي وبنتكلم أنه هما شباب صغيرين انت بتتكلم في يعني لعيبة عندها 15 سنة دول موليد 2009 وبالتالي سن صغيرة جدا وبالتالي حتى وإن كان بنتكلم في أنه هما صغيرين وبنتكلم في أنه ده ممكن بيحصل لكن ما ينفعش يتصور وما ينفعش يتنشر من جانب اللي صوروه من اللعيبة بينهم وبين بعض لكنها في نهاية غلط كبير غلط كبير على مستوى النشأ وعلى مستوى ما أنت مقبل عليه كلاعب في مسرتك الكروية وبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك كان من المهم جدا أن يتحرك وإن يحط القرار ده في أول قراراته قبل ما يكمل بقية القرارات لأنه بالشكل ده وبوضع القرار كأول قرار هو كأنه بيقول للناس أن أنا أولويتي الاحترام أن أنا بأرفض رفدا تاما قبل بقى ما أتكلم عن رئيس الزمالك السابق وقبل ما أتكلم عن المشروعات وقبل ما أتكلم عن الاجتماعات وقبل ما أتكلم عن أمور مختلفة أنا بأرفض هذا التحرك آه قال لفت نظر لكن فوض الكابتن حسين السيد لأنه يطبق اللائحة إعلاءا لقيم الروح الرياضية خصوصا أن ده بيأتي تزامنا مع زيارة مقبلة خلال ساعات قليلة من مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لتهنئة المجلس على تولي المسئولية لفتح صفحة جديدة بعد صفحات استمرت لسنوات ما فيش حد فينا يفتكرها بأي خير على مستوى العلاقة ما بين الناديين في السنوات الماضية بكل تأكيد وبالتالي تحرك إيجابي جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك في سبيل ترسيخ فكرة بيحاولوا يشتغلوا عليها من ساحة ما تولوا المسئولية مع بعض الحاجات البسيطة اللي بتشبهها أحيانا من بوست على فيسبوك ولا رد على إعلامي ولا حاجة لكنها فكرة أن مجلس أو أن الزمالك قيمة كبيرة يرفض التجاوزات ويهتم دائما بالتنافس الشريف لإسم الزمالك وصورته التي تأثرت في السنوات الماضية بحسب ما جاء في بيانات الزمالك أو في تصريحات مسئولية الزمالك في الأشهر الماضية وتحديدا من أكتوبر وقت ما تولوا المسئولية ده أول قرار برافو القرار الثاني بقى تعالوا ندخل على تفاصيل وهو كالتالي ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحد